موسيقى السلواجي كان صبري البواب كان صبري البواب أكثر حاجة كانت قريبة للقلبه في الإفلام دي هما كلهم الحقيقة عملوا انتشار واسع وحتى قبل الهواء كنت أكلمك على الكوميكس اللي هي متعلقة بيه والكلام دي عايشة وما زالت أكثر حاجة كانت قريبة منه كان بيفرح أو ما بيشوفها هو كان بيحب شغله كله بصراحة بس هو أكثر حاجة كان بيحبها يا سفا العزائج لأنه أخذ جيزة وهو كان يوميها لما أخد الجايزة دي عن دوره في الفيلم جاء كان فرحون جداً لأنه كان الدور ثلاث مشاهد فلما أخد أحسن ممثل تاني في الفيلم بعد أستاذ أحمد حلمي كان جاء فرحون بيقول لي بص أنا أخدت جايزة عن ثلاث مشاهد فأنا عايز أقول لك معلومة في شغلك كنت ساعت أنا في المعهد بأدخلت المعهد انت خلصت يا شامس سنة اللي فاتت اتخرجت سنة اللي فاتت فقوه قال لي عشان شغلك بقى مش مهم حجم الدور يعني قال لي مش مهم تبقى بطل بس الناس تطلع مش فاكراك لا اعمل مشهد اتنين تلاتة بس الناس تطلع من الفيلم أو من المسلسل فاكراك انت هي مش مجرد نصيحة ده هو ده اللي كان بيعمله فاعل ده اللي كان بيعمله فاعل قال لي أهم حاجة ستطلع فاكراك كان بيفكر أنه هو يكون بساحاته أكبر أنه يكون بطل عمل ده جيف باله ولا لأ جيف باله وتعرض عليه أنه يبقى بطل وهو أعرفه ليه بقى كان شايف أنه دايما أن البطل التاني يحسن ما عرفش وجهت نظرك في كده إيه بس هو بيقول لي يعني كان بيقول أنه لا أنا مش عايزش الفيلم على كتفي أو مسلسل على كتفي لا أنا عايز أبقى بطل تاني خلي بالك في ناس كتير كان أبطال أدوار تانية وهم عملت أدوار أولى ما حققتش نفس النجاح وهم عظماء جداً وراجعوا تاني أبطال تانية السلام النابولسي على سبيل المثال ده حقيقي وكانوا شطار جد أستاذ عبد المنعم إبراهيم منشاطر جداً جداً يعني مدرسة آه كان هو متعلم من الأجيال دي بعض الحاجات يعني ده حقيقي آه بس هو ده مدرسة 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 كل ده كده جايب بالفترة نحي بالفترة طيب الفترة الأخيرة بقى يعني أكيد كان بيستجمع فيها حاجات كتير قوي وبيوجه مثلاً لك أو حتى لأسرته يعني بعض النصايح بعض الوصايا كلمكوا في إيه بقى في الفترة الأخيرة دي يعني مش أعرف هتصدقني ولا إنه هو ما قالش بي صدقك لأنه الموضوع فعلاً جا فجأة يعني أقل مرة والدي يخش فيها المستشفى عشان تعبان المرة اللي مات فيها آه يعني في مرات كانت قابل كده كانت أصعب أنا كنت بقول لنفسي يعني وأنا مودي المستشفى أنه مش هيتلق يعني الحالة صعبة جداً المرة دي كان أقل مرة يخش فيها المستشفى أقل مرة يحاسب تعب الموضوع كله كان كرشة نفس بس وروحنا للمستشفى وعلق نفسه بعد كده شاله وقال لي تمام وتكلمنا طب أجيلك بكرة آه تعال بكرة طب خلاص أنا همشي ماشي أمشي ده كان آخر حوار لكم مع بعض آخر حاجة وده مدقيقني لأنه أحسسنيش إنه هيحصل حاجة كان بيتكلم طبيع جداً وبيهزر وبنتكلم في الكورة وقال لي خلاص تعال بكرة فمشيت وأنا لما تكلموني تاني يوم الصبح آه آه يعني كان يوم كان يوم جمعة أنا فاكر كان يوم جمعة آه بس إذا أقول لك والله شام مدى حب الناس لي عمده أكيد أنت شفته أكيد شفته أنت موجود حتى على السوشيال ميديا وتباعة الناس بتتكلم عنه أزاي حمده كلمية الدعوات والرحمات اللي وصلت له يا رب كومي نصيبه اللهم أمين يا رب آه والله لأن دي اللي هي البقيات الصلاحات بقى أن حد بيكون سايب الأثر ده عند الناس صرته الحلوة إن شاء الله تفضل كده أملحقاة وتفضل بتديله حسناية بإذن الله يا رب يا رب كان عنده اهتمامات تانية بخلاف التمثيل هو كان بيغني والله بس كان بيغني في البيت بقى يعني بيقعد بقى يغني في البيت ما دي كوميديا ورده ما كوميديا أه وقعد أقول له ستاك مش حلو بتاع ما هو ويغني هو شايف نفسه مطرب جدا وكان بيحب كورة هو كان أهلاوي وكان بيحب كورة جدا كان متابع بقى كان متابع وبيحبه وكان بيتراجع على صلاحة بينP كان بيقعد كتير شغال وما بيجيش كتير يعني ما بعد فترة المرض دي بيقعد معنا أكتر بكتير